احنا يوم الـ 22 كان فيه المحامي اللي كان عمر رضي ده عمر رضي ده ده هددني ده فنم بقى جيه في 22 كان معالم هو برضو الكادر اللي هو اللي كان يبلغ مرسي ان انا في خلق اسبوع هت لازم يخلص منه لازم تخلص من خالد محجوب ده جيه معاهم معاهم مجموعات الميليشيات بتاعتهم وقال لي كاد بنفس النظر قال لي سيادتك احنا قلنا ان انا كان فيه خدق استراتيجي في الحلقة ان احنا كان فيه خدق استراتيجي اللي احنا مش هنحكم مش هتحكم ايه ولكن المؤشرات اللي احنا عاملينها او شغلنا اللي احنا عاملينه مد انتباع احتمالية ان انت هتخلص اه احتمالية هو خلاص فقال لي انت مش هتحكم في هذي الداعم ده يوم 22 يوم 22 وان انت طلع اجازة في شهر سبع فعلا كتجزة شهر سبع حقيقة حقيقة يعني انا 36 واحد 7 كنت اجازة كنت اجازة اه وده جيت طبعا فيه لان طبعا بعد كده الدنيا اه لا اهم معديكش اه اه فاهم جاي قايل لي انت لن تحكم في هذي الدعوة وهترجع من اجازتك مش هترقس هذي الدعوة هذي المحكمة قضية اه لا مش هادة المنصة اصلا اصلا خلي بالك ده بعد طلب الرد اه بعد طلب الرد ترفض اه ومش هتفصل في هذي الدعوة ومش هتقعد على هذي المنصة مرة اخرى او هذي الدالة بالاخص فالصراحة اه انا في حالات يعني مثلا ايه بيجوا مثلا اه طبعا اخونا الاعلاميين يصوروا المحكمة هي بتعلي صوتها او او بتتكلم بصوت عالي او لا هي مش مش انفعال على قد ما هو بيبقى اه غيره على تطبيق العدالة صحيح مش الفعال ولا ولا عصبية على حد او 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 نوع من انواع اه يعني ايه اه 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 انا ربق قاضي ورئيس لا مش كده هي هي ما هي الا اه اه غيره على محرام العدالة غيره على تطبيق القانون غيره على على العدالة مش اكتر طيب يوم تلاتين بقى يوم تلاتة وعشرين قلت له شوف لم ولن لم ولن مم اه يخلق الله عبدا ويولي ولاية القضاء مم ويأتي عبدا اخر ليكسيها مم فتأتي الاكساء او الاستمرار من الله سبحانه وتعالى مم قررت المحكمة مم حاجز الدعوة للحكم لصباح بكر صباح بكر صباح بكر طب خلينا نمسك في صباح بكر دي ونطلع فاصل ونسمع ما الذي جارى يوم تلاتة وعشرين يونيو لما خلاص القضية خلصت وبقى عندنا اتنين نوعين من المتهمين متهمين خارجيين وخطبتوا الانتربول لضبطهم واحدرهم ومتهمين اللي هم الاربعة وثلاثين قيادي اخواني على رأسهم محمد مرسي وطلبتوا نيابة العامة بضبطهم واحدرهم اشتركوا في القناة